بالنسبة للاستعدادات الآل النهاردة بيستعد في ملعب مختار التيتش وبكرة ان شاء الله هيكون السفر فريق الوداد المغربي عامل معسقر في الرباط على مسافة حوالي 180 كم من الدار البيضة كازابلانكا هيكون موجود في مجمع محمد السادس مجمع محمد السادس ده مجمع عامل زي مشروع الهدف هنا في مصر تابع للجامعة الملكية المغربية المجمع ده بيكون مخصص فقط للاتحاد أو للمنتخب المغربي لكن الاتحاد المغربي المراضي يمكن مدي فرصة للوداد المغربي ان هو يتمرن على ملاعب المنتخب ويعسقر كمان في فندق الاقامة الخاص بالمنتخب المغربي وبالتالي هيكون موجود في الرباط بيستعد لهذه المباراة وهيسافر ليلة المطش الى كازابلانكا عشان يعسقر بالتأكيد ويستعد لمواجهة الاهل فبالتالي الوداد هيكون معسقر في الرباط في مجمع محمد السادس وده طبعا حاجة مختلفة تماما عن مركب محمد الخامس اللي هيستضيف المباراة ده اسم مختلف عن المكان ده والاهل يكون بيتمرن النهاردة ومن بكرة ان شاء الله هيستعد في المغرب وهيبدأ تدريباته بكرة الخميس ان شاء الله يستعد بقى من بعد بكرة الخميس والجمعة والسبت والحد او الجمعة والسبت في الملعب الفرعية ويوم الحد يتمرن على الملعب الرئيسي ملعب المباراة وكل دي بالتأكيد تفاصيل عن عرفها في الاجتماع الفني اللي هيتم تحديده يوم الاحد القادم عشان نعرف بقى كل فريق يقدر يوصل امتى يستعد ازاي الاجراءات التنظيمية للكاف حددها وبالمناسبة الكاف بيتحمل تكلفة صفر عدد معين من افراد بعسة الاهلي زي ما بيحصل في لقاء السوبر الافريقي هيحصل فيه نهائي دور الابطال الافريقي هو كان محدد ده 25 فرد بالنسبة للسوبر هل نفس العدد ده هيكون في نهاية دور الابطال او يزيد العدد ل30 فرد ده برضا نعرفه من خلال اجتماع النهاردة لأن الاجتماع ده هو لا يحط كل النقط على الحروف ونعرف كل التفاصيل المتعلقة بنهائي دور الابطال افريقي